بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى كتاب ومرة اخرى نستعنف مع قصة حقيقية وقعت باحدى السيركات حدثت باحدى السيركات او مجمع الحيوانات مفتريسة اذا رأينا في يوم ما كيف ان رجلا لم يجد مالا يدفعه لرؤية الحيوانات فات بكلب كما كانت عادة الناس هنا انهم يأتون بكلاب او بقطة لإطعم الحيوانات اذا انجور في يوم ما رجل فاقير يأتي بكلب ثم اخذ الكلب الصغير وألقيه في قفص الاسد ثم عندنا الليون على فيغلوي ثم كيف ان الاسد دهب عنده واخذ يشمه ثم الكلب وقفص الكلب وفي اله فيه يدفعه في من ثم او مجمع الحيوانات اذا رأيتكم وكيف ان كيف ان رأس بكلب من الغريسة Le lion et le petit chien Un jour, un monsieur qui était venu voir la ménagerie déclara qu'il reconnaissait le petit chien Ce chien était à lui et le monsieur voulait le reprendre Le directeur de la ménagerie accepta Mais quand on appela le petit chien pour le faire sortir de la cage Le lion se hérissa et se met à rugir Un jour, un monsieur qui était venu voir la ménagerie Qui était venu voir la ménagerie Elle a atteint les rôillettes de la ménagerie Rénais dans le passé La ménagerie est un peu d'exemple de la ménagerie Le ménagerie est un peu d'exemple de la ménagerie Déclara qu'il reconnaissait le petit chien C'est un peu d'exemple Le verbe déclarer Déclara En Kopf, un peu d'exemple Déclara Ou Verge Qu'il reconnaisse le petit chien Qu'il reconnaisse le petit chien Qu'il reconnaisse le petit chien Car le petit chien Quelques c'est un petit chien Quelques c'est le petit chien Ce chien était à lui Le petit chien était à lui Quelques c'est un petit chien C'est à lui Donc nous direons qu'il s'est appris Et le monsieur voulait le reprendre Et la ménagerie tulee l'achez On va appris Nous avons appris L'appris Et le monsieur voulait le reprendre ثم أن السيد أو الرجل يريد أن يقوموا بإرادة يعني أخذه من جديد مدير التجمع نتكلم عن التجمع لحيونة المفتريسة يعني أنه قابلة لدينا أيضاً المصرف في البسي سنبل لكن عندما كنا ندى لكن عندما كنا ندى لكن عندما كنا ندى على الكلب سغير لقد أمالي على إخراجه من القفص طبعا كما تلاحظوا عنده علاقة بوحدة الكلمة اللي هي القنفود كما نقول بأن الأسد يتقنفد تقريبا هكذا المقصود بأنه يخرج أنه يوقف شعره تماما كما يوقف القنفود شوكه ثم يبدأ في الزائر إذن كلما أريد أخذ الكلب إلا وينتفخ الأسد أو يوقف شعره ثم يبدأ في الزائر مقصود بأنه يوريد ترك الكلب يأخذوا أحد إذن كما قلنا ثم يبدأ في الزائرين ثم يبدأ في الزائرين ثم يبدأ في الزائرين ثم يبدأ في الزائرين ثم يمبر ومن لم يكن قد يستمر بالإمكان. كما يكن لديكوش فيها الآن للأمة موانا مورد. كما يغيب عدد يجوال الخزال فين رجل تجربنا. سنرر يسالكي فين رجل المشكلة المجيب على السوقق. ومن لم يحيد ايضا يرتدي ويقoundون الهاجت. كما يحيدون كما يزيجعون فيه إلى النام وقومون يحيدون. وقم يحيدون هذا الطفل. عاشوا سنة كاملة دون المام كاج في نفس القفص أنجور وفي يوم ما لو بتي شيء طمبا مالاد الكلب السغير سقط مريضا اي مغي ثم مات طبعا عدنا هنا الوفرب طمبي الوفرب طمبي مصرف في الباسي سامبل ثم عدنا الوفر مغير ثم عدنا الوفرب مغير نفس الشيء وفي يوم ما الكلب السغير مريضا تو ممات لوليون غفزا دو مانجي الاسدو رفضا عدنا الوفر بغفزي نفس الرف فلو باسي سامبل لوليون غفزا الاسدو رفضا حين ايدين دو مانجي ان يأكل إلنا ساسي دوفلغي لو بتي شيء إذن هو لم يتوقف دوفلغي عن شم الو بتي شيء الكلب الصغير منذ ذلك الوقت لم يتوقف عن شم الكلب الصغير إلو تشيد صبات كان يلمسه برجله إلو كارسي ثم كان يداعبه برجله ثم كان يلاعبه برجله كان يلاعبه برجله إلو كارسي ثم كان يلاعبه برجله إلو كارسي يعني انكتو ماري ريادة كماتيرين على طفل أو على حيوان لتولى طفل إلو كارسي كارسي Le lion refusa alors de manger, il ne cessait de flairer le petit chien, il le touchait de sa patte et le caressait. Quand il comprit que son compagnon était mort, il bondit et resta sans poils, se frappa les flancs de sa queue, se jota sur les barreaux. Sa fureur dura toute la journée, il se précipitait de tous les côtés, en rugissant, vers le soir seulement, apaisé, il se coucha à côté du petit chien mort. Le gardien voulait enlever le cadavre, mais le lion ne laissait pas procher personne, quand il comprit que son compagnon était mort. Il bondit et resta sans poils, se frappa les flancs de sa queue, se jota sur les barreaux. Sa fureur dura toute la journée, il se précipitait de tous les côtés, en rugissant, vers le soir seulement, apaisé, il se coucha à côté du petit chien mort. Le gardien voulait enlever le cadavre, mais le lion ne laissait approcher personne. Quand il comprit, عندما هو faïma, c'est-à-dire qu'on a donné le verbe comprendre, c'est-à-dire qu'on a donné le verbe comprendre, c'est-à-dire qu'on a donné la compréhension, c'est-à-dire que son compagnon était mort. C'est-à-dire qu'on a donné la compagnon était mort, c'est-à-dire qu'on a donné la compagnon était mort. عندما est-à-dire qu'on a donné flips heureux, il bondi, il bondi, il bondi, alors il est crack. Il faut finding OUT, il veut hundredland. racons-est-à-dire qu'on a donné le vuu, bien predic. Il faut faire algkin et faire valor avec le couple, et peu 받아 de ce qu'on a donné la compagnon. C'est-à-dire qu'on a donné la compagnon, c'est-à-dire qu'on a donné la compagnie, se battu dessus. يعني كيف استمر كل اليوم يعني كيف كيف استمر كل اليوم اليوم الذي اعرف فيه بأن الكلب الصغير التوفيه يلسو précipitه دو تولي كوتي ان رجيسان يعني انو كان يجري يلسو précipitه دو تولي كوتي كان يجري لكل الجوانب كان يجري في كل الجوانب كما نقول في كل الزوايا ان رجيسان زائرن ووزر فقط عند المساء يعني انو هدأ يعني انو هدأ يلسو كوشا اكوتي دو بتي شامور يعني انو نام او استلقا اكوتي بالقرب دو بتي شامور من الكلب الصغير الميت لو غارديا فولي انلوفي الكادافر لو غارديا فولي انلوفي الكادافر اذا الحارس فولي ارادة عندنا لو جبا نتواجد الكادافر ارادة إزالة إزالة كمه الكادافر إزالة الجتة نتكلم عن جتة الكلب صغير إذن عندما أراد الحارس إزالة جثة الكلب الصغير مالو ليون نلاسي أبخوشي برسون ولكن الأسد نلاسي لم يترك أبخوشي اقتراب برسون أحد ولكن الأسد عندما أراد الحارس أن يأخذ جثة الكلب الصغير الأسد كان لا يترك أية أحد يقتراب بنا أجته متà عندما أدخوشي برسون أيضًا يترك أبخوشي أنه رابط رسون قد اقتراب برسون إذن قد باني برسونه ي Bruno زشي اقتراب برسونه شفراهم الأسد نلاسي لك озدقراب برسونه ورسونه آفاوه ومتراب برسون الأشفائي ومتراب برسونه وقال تقراب برسونها وقال تحديت نفات حكي برسونه وقال تعالى من صغيرة للشعر لا يمتلقى لكفتر هوpmسك وصفه لما يجب تحدثت الان أمتلقى لإنطالت یکس مكروبه لأملي معه تخرج، اب تعالي رأسل وفجر دع الآة وزوخه لأسفه لآللل الح من أنت لآللل شانه لأملي لمعه ليد لآللل كفتر هومسك سوفقه إذن طبعا المدير في هذه الحالة تنسى أنه فكر أن يهدئ أن يهدئ من حزن الأسد إذن فكر في طريقة طبعا المدير هنا فكر في تهديئة حزن الأسد يعني واضعا في القفص بوضع كلب صغير آخر حي المدير هنا فكر في أن يجلب كلب صغير آخر مثل هذا الكلب الصغير الميت ليضعه في القفص ربما ليستأنس بالأسد وينسى الكلب الميت يعني في الحال يعني أن الأسد يجعلوا قطعا يقول أنه قتله إذن الأسد هنا قتله يجعلوا قطعا يجعلوا قطعا يجعلوا قطعا يجعلوا قطعا هو بقي مستلقيا كأنه نائم أن لتنو أمبراسي عندنا لفر بطنير يعني أنك تأخذ أن لتنو آخذا آخذا إياه آخذا جتة الكلب صغير أمبراسي محتضانا محتضانا كأنه يحتضنوا محتضانا لهذه الجتة لسيزيام جور وفي اليوم السيادس لليون لليون مري الأسدو مات مات الأسد مات الأسدو حزنان على هذا الكلب السغير لما دع الله أعلم إذن لليون لليون لريكأن يجرد مستلقيا لليون ة ومتوت لليون لليون أمسجان مقاوة السيطو لليون 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 ربطت في اليوم لليون ثم مات الأسدو منتم لليون لليون يس endeavor لليون لليون قلع لليون لليون مرت اخت إذن في الفقر القادم إن شاء الله نستأنف مع قصة جديدة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله